تاني وبأكد ان يعني كل الاحترام ليه كل المنظومة الرياضية والمسؤولين في المنظومة الرياضية لكن كل واحد بقى هيقعد ينظر كل شوية ويكلمك في الاحتقان والفتنة من وجهة نظر وانا لو جبتلك لو انا بقى عايز اعمل وانا قصي ما بحبش اعمل ده يعني مع ناس او بشكل دائم لو انا عايز اعمل لك اوري لك نفس الاشخاص اللي كانت تدعي بضرورة تخميد الفتنة والتهام بعض الاشخاص او المقدم برامج او صحفيين او كلامنا كله عشان مش ماشيين على هواهم انا ممكن هطلعلك مش فيديو ولا اتنين ولا ثلاثة ده عشرين فيديو هما هما نفس الاشخاص اللي بيقولوه لكن وقتا لما بتيجي تتكلم على منشط زي ده زي ما بقولك حول ازمة القمة الى صراع كدنسة وهذا ليس اللي تعلمناه هذا ليس في الصحافة وانا بقولك انا عارف بقولك وعارف المنشط بيتعمل ازاي او اي تفصيلة ممكن تبقى مكتوبة بتكتب ازاي والمقصد بينها والتوجه بشكل عام خلي بالك لو مجلة الزمالك او الموقع الالكتروني انا ما عارفش مجلة الزمالك بتصدر دلوقتي ولا او الموقع الالكتروني اللي نقلت زمالك عمل كده نفس الامر هيتقال هنا لو مجلة الاسماعيدي عمل كده ما عارفش هي بتصدر ولا لا برضو نفس الامر هيتقال لان في النهاية الناس مش مستوعبة ان الامور اصبحت مختلفة وان الحفاظ على العلاقات ما بين الأمدية وما بين الربطة أو اتحاد الكرة يا سيدي تكلم ودافع زي ما أنت عايز دون أن تقلل من شأن الآخرين اعمل اللي أنت عايزه دافع عن نديك سواء بقى وأنا مش ضد على فكرة من يعملوا فيه قنوات فئوية سواء في الأهل عزماني أو في مجلات فئوية أو في لجان إعلامية تابعة الأمدية ده أمر طبيعي لأن في النهاية لو مش الصحفيين هم اللي هيكونوا موجودين في الشغلانا دي مين اللي هيكون موجود لكن في نفس الوقت ومن حقك أنك أنت تدافع عن نديك زي ما أنت عايز أو من المكان اللي أنت بتشتغل فيه سواء بقى كنت بتشتغل أنت في الأهل وإنت زمالك وفي النهاية ده شغل أو بتشتغل في الزمالك وإنت أهلاوي في النهاية ده شغل ده اللي بكلمك عليه وتدافع عن نديك وتدافع عن شغلك لكن دون المساس بالاخرين وخلي بالك انت بتكلم واحد انا ممكن العب بالمنشتات زي من عايز ووريلك يعني ايه لعب بالمنشتات ووريلك يعني ايه لعب بمقالة او بموضوع او بتقرير او بتحقيق لكن يعني الحفاظ دايما على هوية او هوية المنظومة الرياضية بشكل عام هو اساس بنضعه دايما في اعتبارنا اتمنى ان دا يتم خلال الفترة المقبلة